مال بويدية زكاة المسلمين عشان نجوز الفتاة يقيتوا استاذ ايمان وردينا صورة الفتاة اللي انتم بتقولولنا ندفع من زكاة مالنا عشان نجوزهم هما دول الفتيات المرفو فيها جماعة الصورة عايزين نشوف الصورة علشان الصورة مقليها وقلقتني هلها ندفع زكاة المال عشان نزوج القاصرات ولا دول الفتاة العادية الطبيعية المفروض ده مصرة المصارف زكاة المال طيب لغاية ما نشوف الصورة خلينا نتكلم عن الغارمات الغارمات دي اللي هما بيون بقى يعني عشان احنا مصرف مصرف زكاة المال الدفع وحل مشكلة اه ده الاعلان يقيت ايمان لو نعمل كروز اكتر على صورة البنت هل دي زكاةك هتجهز عروسة دي عروسة دي عروسة دي طفلة دي عروسة يا جماعة دي اعلاناتها في الاردور في الشوارع عشان تقولولي زكاةك هتجهز عروسة الزكاة عشان نعمل مشروع مش نجوز زكاة وبعدين نهومين يعني العروسة دي قادرة انها تفتح بيت يعني هل احنا عددنا قليل فعايزين يعني انجاب فعايزين عدد سكان وعندنا فلوس كتير فعمين ده عام المشروعات ولا عامين دي عام المشروعات بتتقادع نسبة من جمع هذا المال عشان تبقى فهمت دا دا تحت الشرف الازهر بس في نقطة اولا عشان اهو تحت الشرف شكل الازهر زكاة هتجهز عروسة كويس في نقطتين دلوقتي نقطة الاولى الصورة دي انا معرفش سن الفتاة دي لا يا بهمك يا جماعة يام الكوز تاني والمشاهدين يتفرادوا عليها الحاجة التانية الاعلان لا يعبر عن دائما بيستخدم في الاعلان لا لا الهد يعبر بيعبر عن وجه يدفعك الى الشراء او الى الدفع لا يقصد به ان هو دا اللي حيحصل اشتركوا في القناة